قلت لكم قابل الفاصل محمد جمال بقى هيقول لنا ان شاء الله بإذن الله الأهل يكسب شباب بلوزداد إزاي شوف عايز تبدأ بيه طيب أول حاجة شوف سألتها لك أول حاجة الشيطة كنت محتورة الأهل قدم في مباراة الدور الأول قدم مباراة مثالية إلا حتة كان عنده مشكلة حتة النتيجة كمان ما هي حقيقة الحتة دي لما خليش في نتيجة صح الأهل داع كوار كتير جدا الشيطة الأول أهل كان ممكن يخلص المباراة تماما أربع خمس أهداف كرات في المتناول جدا سهلة جدا وكله بيضايع حسين بيضايع تاو بيضايع كهربا بيضايع كهربا كانت من المباراة الأولى جدا لغير موفق على الإطلاق يعني دايما رأس مال كهربا انه بيجي له اتنين بيحط واحد صح في المباراة دي كان سيء جدا على صعيد التوفيق فعلى صعيد الانتاجية كان دي مشكلة النادي الأهل وجونا عرضنا الصور ومشيها لأنها صور كتير فمشيها وحنا بنتكلم شوف كمية الفرص اللي ضاعت في مباراة الدور الأول يبقى ألف به قبل ما روح ألعب هناك قبل ما أتكلم فني وأقول إحنا عايزين نروح فين بالزبط ونشتغل إزاي في الملعب بص على كمية الصور دي وحنا بنتكلم وتخيل أن كل الكرات وكل الأهداف دي ضاعت في مباراة واحد ضاعت في شرط واحد 90% من الفرص دي كانت في الشرط الأول كل المشاكل اللي موجودة عند بلوزداد الأهل درسها كويس جدا واشتغل عليها كويس جدا لكن كانت المشكلة في الإنتاجية فأنت علشان تكسب بلوزداد بمنتهى البساطة اشتغل زي ما اشتغلت في مباراة الدور الأول بنفس النمط وده أنا يادر أنا ما أقولك على مباراة العب بنتيجة سلبية أقولك اشتغل بنفس الشكل لكن حسن من النقطة أو الحتة اللي بقي لك عشان تكمل الصورة وترجع من هناك بمكسب مش بتعادل وده وإحنا مشيين في الحلقة كلا هو أنا بالنسبة لك ترجع من هناك بمكسب فترجع ازاي بالمكسب ده اتنين لما تيجي تتكلم على انه الأهل ضيع كراء كتير جدا 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 طب تعال اقولك هو الأهل لازم يعمل ايه تاني عمله في المباراة الأولانية فلازم يعملوا تاني اعتمادا على الآفة اللي موجودة أو المشكلة اللي موجودة عند فرق بلوزداد خلاص يعني كلا يعني الفكرة وضحت فنروح للفايل اللي بعده دي سهول كتير جدا طبعا نعرضها لحد بكرة فدي كمية الفرص احنا مشيين بالتسلسل والشوت هتلاقي كل 3-4 دقائق في فرصة محققة الأهل بدايح في المباراة الأول فنروح لي ايه المشكلة عند بلوزداد والأهل يشتغل عليها بشكل ممتاز بلوزداد عنده مشكلتين كبار جدا 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 لما بيطلع يعمل الضغط حتى لما بيعملوا منوسط الملعب ضغطه سلبي تماما والنقطة التانية اللي انا هبتري فيها انه في مشكلة ما بين الظهير وقلب الدفاع في حاجتين في المسافة ما بين الاتنين الهاف سبيسيز وفي الرجوع بتاع خط الدفاع بالكامل واللي بيقى موجود قدامهم لعيب مركز 6 لأماكن التمركز فلنماجي انت بتلعب بربعة قدامهم لعيب عندك مشكلة دايما في الرجوع بتاع الرباعي ده بيرجعوا متأخر جدا جدا فبيتضربوا بمنتهى السهولة خاصة ان الاجنحة بتاعة الاهل العيبة بتشتغل جوة بتلعب لجوة بتطلعش بره على الخط غير ريدا سليم مسلا ريدا سليم في المباراة زي دي اه مهم عشان السرعات لو خد ربعة ساعة او تلت ساعة ولكن المباراة زي دي كانت محتاجة تاو جدا لكن خلاص مش موجود فطاهر لو هو اللي هيبدأ او حتى كريم فؤاد هياخد التعليمات انه يشتغل دايما انسايت ما يطلعش على الخط ولا يفتح الملع بيسألوني انت محتاج ايه بالزبط محتاج ايه بالزبط محتاج الفايل اللي مكتب على لرقم اتنين يا ساعة كلمة السر اتنين اه بص يعمل كده كلمة السر اتنين الفضل انا ماشا العامل رقم ترطط فانت هتلاقي دايما عندهم مشكلة في المسافة وعندهم المشكلة في العودة لأماكن التمركس طيب بلوزداد ايه بص دي هنبتري بالمشكلة الاولانية المشكلة في بتاعة المسافة ومشي بص وقف هنا ارجع ارجع تاني معلش خطو ايه ارجع في التلات فريمات لغرا بص يتهيألك فجأة فجأة بين الاتنين دول متسابين كده والاتنين مشتسلل الاتنين متسابين كده ان الفرقة اللي لابسة الصفر اللي هي شابت القبائل هم بل بيدفعوا يتهيألك ان الفرقة الاحمر اللي راح تهاجم من سوق التمركز ومن بطء العودة للمكان التمركز من كرة ستاتيك كرة سابتة مش مرتدة كرة سابتة مفيش ماسك ابدا على الاطلاق ماشي الكرة الراجل ده راح لمتاخر راح لبعدها بربع ساعة يعني راح لبعد ما راحج راجل استلم وحطها طبعا حطها وحش جدا لكن ولا اي رقابة روح للي بعدي ايه بص بص تحرك ولا شيء وقفن 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 بص اكري كم لعيب جهات 18 من كرة ستاتيك في خمس مدافعين وقفنهم من بلوزداد ولا لعيب من الشبابة القبائل الممسوك اربعمة سبيب لبنا عند مشكلة في الرقابة عندهم مشكلة في الرقابة عندهم مشكلة في العودة للمكان الصح في مكان التمركز عندهم مشكلة في الربط ما بينهم وما بين الخطوط فدفاعهم كارسي امتى تكشف دفاعهم امتى كل الحاجات دي ببان سيب لهم الكرة بمنتهى البساطة اللي عملوا ينجي افريكانز عمل ايه ينجي افريكانز عمل مطشوت اول عظيم عليهم هناك في الجزائر ليه اتغلب 3-0 لانه فضل واخد الكرة وفتح خط ظهر فضل واخد الكرة ومستحوذ الاطعب جول الاطعب جول وده اللي عملوا بلوزداد بلوزداد بيجيد التحولات لما نيجي نروح لجزء الهجوم بيجيد التحولات جدا خاصة من على الاطراف الجناحين والظاهير الايمان لو اسمع اللاعب بالخطر او حسين بالعيادة اللي يلعب منهم يعني وقف هنا تاني رجع لي دي معلش تاني رجع لي تاني بص يا كريم دي كورة اللي جابها فاروق بس وقف هنا انا هنا مشكلتي مش بس الغلطة بص هنا كريم دايما الرقابة سواء قدام الرباعي بتاع الخط الخلفي او قدام السناء بتاع وسط الملعب دايما قدامهم وظهرهم مفيش رقابة يعني قدامه هو بيضغط ضغط سلبي فما بياخدش الكرة من ظهره هو مش شايف اللي وراه فدايما المسافة ما بين خط الظهر وقدام خط الظهر وخط الوسط دايما عندهم مفيش رقابة من اي نوع خاصة في المرتدات لما بيرجعوا لانه بمتلاقه ويرجع وهم ما عندوش الوعي ده فلما بيرجع بسرعة بيحصل اللي انت شايفه ده بص الراجل واقف مفروض بص التلاتة عاملين ايه مشهد يلخص لك القطة خطة تفعل فرقه دي عامل ازاي تلات لعيبة اتنين على تلاتة التلاتة لعيبة بصين فين التلاتة لعيبة بصين على اللعيب اللي معاك كور طيب اللعيب اللي واقف يستلم ولا حد معاك ولا حد بصينه مشهد لك مرحلوش محدش بصينه بس فهم عندهم مشاكل كتير جدا 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 دفاعية ماشي بقى اللعبة عندهم مشاكل كتير جدا جدا دفاعية الاهل يمكن استغلالها بمنطقة البساطة يتخلص من القافة الاولى بتاعت اضاعة الاهداف زي ما جبنا مباراة الذهاب ما روحتش لمبارايات تانية الاهل ضايع فيها كتير الحاجة التانية المهمة جدا سيب لهم الاستحواز حلو جدا بس حلو جدا